أهمية العمل التطوية هل حث الإسلام على أن يكون للرجل للشخص للإنسان عمل لوجه الله سبحانه وتعالى بدون أي ما أهمية العمل التطوعي العمل التطوعي هذا ما يكون زكاة عن حياة الإنسان زكاة عن أوقاته زكاة عن صحته هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم انسرقها قال فإلم يجد يا رسول الله قال يتعلم عمل يعمل به فقال فإلم يجد يا رسول الله قال يعين أخاه يعني يعين أخاه هذا عمل تطوعي وهذه من الصدقة التي يؤديها قال فإلم يجد يا رسول الله قال يأمر بالمعروف قال فإلم يجد يا رسول الله قال أنا عن المنكر ويحبس الشر عن الناس يعني لا يجلس بدون عمل يعني يجلس بدون عمل العمل التطوعي له أجر له أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى ومما ينفع به الناس ولعل يعني بهذا الذكر أذكر أننا أهل الأسبوع الماضي ودعنا أخانا الكريم الدكتور أحمد المدبولي رحمه الله رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية بالنمسا وهذا الرجل حقيقة القول يعني كان من أقطاب العمل التطوعي في النمسا على مدار سنوات كثيرة ويشتغل ولا يتحدث ولا يتكلم يشتغل بصمت فجزاه الله خيرا وأجزل له السواب وغفر له وجعل الجنة مسوايا شعرا من هنا نوجه رسالة إلى من مشاهدنا أن العمل التطوعي هو فضل يمنه الله سبحانه وتعالى عليك عندما تقوم بأداء أي أمر من الأمور دون أي مقابل مادي كما تقوم مؤسستنا هذه على العمل التطوعي وغيرها من المؤسستات الموجودة هنا في الدولة حين كان صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كقائم الليل الذي لا يرقد وكالصائم الذي لا يفطر جعل له السواب الدائم ومن ثم كل هذه الأعمال التطوعية ولسيما المنظمات التي تكون بمثل هذه الأعمال ولعلك أخي الكريم عبد الرحمن أنت من ضمن الذين يقومون بأعمال تطوعية الصليب الأحمد صليب الأحمد فجزاكم الله خيرا الحمد لله أجد المتعة في العمل التطوعية الحمد لله أن ينفع أخاه فليفعل امتثالا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الخلق كلهم عيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله نسأل الله أن يكون العمل خاص لله سبحانه وتعالى نشكرك أستاذ أحمد أريد أن أفتم بقصيدة لأحمد شوقي عن العمال كلمات أعجبتني لعلها تطرق إذن السامع كما يقال فيقول أيها العمال أفن العمر كدا واكتسابا أيها العمال أفن العمر كدا واكتسابا واعمروا الأرض فلولا سعيكم أمست يبابا إن لي نصحا إليكم إن أدنتم وعتابا في زمان غبيا ناصح فيه أو تغابا أين أنتم من جدود خلدوا هذا الترابا أين أنتم من جدود خلدوا هذا الترابا قلدوه الأثر المعجز والفن العجابا وكسوه أبد الدهر من الفخر ثيابا أتقنوا الصنعة حتى أخذوا الخلد اغتصابا إن للمتقين عند الله والناس ثوابا أتقنوا يحببكم الله ويرفعكم جنابا إن للقوم لعينا ليس تألوك ارتقابا فتوقع أن يقول من عن العمال نابا ليس بالأمر جديرا أكل من ألقى خطابا أو سخى بالمال أو قدم جاها وانتسابا أو رأى أمية فاختلب الجهل اختلابا فتخير كل من شب على الصدق وشابا واذكر الأنصار بالأمس ولا تنسى الصحابا أيها الغادون كالنحل ارتيادا واطلابا اطلبوا الحق برفق وجعلوا الواجب دابا واستقيموا يفتح الله لكم بابا فبابا إنما العاقل من يجعل للدهر حسابا في نهاية هذه الحلقة كل الشكر للأستاذ أحمد على هذه المعلومات وعلى هذا التقديم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العمل وأن يجعل العمل خالصا له سبحانه وتعالى شكر موصول لكم مشاهدين الأكارم على متابعتكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقوا بخير استودعكم الله كنت معكم أنا عبد الرحمن غضبان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزاك الله خير استاذ أحمد وبركاته اشتركوا في القناة